أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني عمق علاقات تعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام جلسة للمباحثات بالقاهرة وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر ومقدونيا الشمالية في مختلف المجالات بالإضافة إلى التعاون بين دول مجموعة الشركاء المتوسطين لمنظومة الأمن والتعاون الأوروبية ورئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة التعاون والأمن الأوروبي في ضوء علاقات مصر الممتدة مع المنظمة وأشار شكري إلى وجود اهتمام لاستمرار التنثيق بين البلدين وفي إطار متعدد حيث تم التأكيد أيضا على وجود إرادة سياسية قوية لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين استقبلته مصر خلال السنوات الماضية من أعداد كبيرة من المهاجرين بلغت حوالي 6 مليون وبالتأكيد أن مصر تستضيف أشقائها على أراضيها مراعاة لدوافع التي قدت إلى تركهم لموطنهم ولكن لم تقم مصر أي معسكرات للإيواء وإنما تركت حرية الامتزاج وتوفر لهؤلاء كافة الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين هذا من السبيل إدراك مصر لمسؤوليتها تجاه أشقائها مراعاة لقضايا حقوق الإنسان وإسكاء حقوق هؤلاء كفئة تحتاج للرعاية والدعم وما نلقى من الشركاء في الاتحاد الأوروبي من دعم في الحقيقة لا يتناسب مع الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصري في هذا الصدد ولكن نحن نستمر في سياساتنا من منطلق المبدأ مصر تعد شريكا أساسيا وهي شريك هامل للغاية في تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون وأعتقد أنها تلعب دورا هاما في مسألة مواجهة التحديات الأمن العالمية وكما أخبرت صديقي العزيز معالي الوزير أن البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي لمصر يمثل حجر الأساس لهذه العلاقات ويجعل بالفعل مصر عضوا أساسيا ولاعبا رئيسيا في إحداث توازنات وخاصة في ظل هذه الأزمات التي نواجهها في العالم حاليا ترجمة نانسي قنقر